هلا وغلا اليوم حلقتنا للتوب 10 جبنا لكم أكثر عدد أقراص تجمع الألعاب ونقصد الأقراص هنا هو CD والDVD والبلوري وقاما نبدأ لا تنسون أضل اللايك واشتركوا في القناة والحين خلونا نبدأ في المركز العاشر عندنا لعبة Oddworld Apes Exodus هيتا تبردز الثاني للعبة البلاتفورم والألغاز في عالم مخلوق الغريب Ape وفي هنا الأشعار أو Glockens استخدم عظام المادوكنز الميتين وهم الشعب اللي خاص فيهم Ape وتحويلهم إلى مشروب روحاني وApe عليه أن ينقض شعبه المادوكنز من الطغيان ويحرر المساجين وأيضا العمال اللي يشتغلون في المصانع رغما عنهم والجديد في اللعبة أنه صار فيه أنواع مادوكنز عميان لازم يلحقونك بيسمع صوتك وتنبههم متى يمشون ومتى يوقفون والجديد بالذكر أنه في ريميك قادم للعبة بعنوان Soul Brew واللعبة كان يجي معاها قرصين في المركز التاسع عندنا لعبة Final Fantasy 13 نسخة الإكس بوكس 360 هي من اسمها تعتبر جزء 13 في السلسلة وأحد مجموعة النوبا كريستالس والذي من ضمنها كان Final Fantasy 13 vs وأجيتو وفيها ستلعب شخصيتك Lightning في قصة جديدة في عالم Final Fantasy وناس كثير يعتبرها أسوأ جد في السلسلة لأن اللعبة قدمت أسلوب لعب خطي عكس اللي قدمتها أجزاء السلسلة اللي قبلها وهذا غير أن الشخصيات سطحية والقصة ركيكة وأيضا نظام اللعب فيها تقدر تفوز على العداء بضغطة زر جدا سيئة وكان أيضا في نفس الوقت تقدر تستخدمها بطرق أخرى يخليها شوي ممتعة ونسخة الإكس بوكس 360 كان فيها ثلاث أقراص في المركز الثامن عندنا لعبة Fear Effect أكثر شيء كان يميزها هو أسلوب الرسوم فيها فكانت تدمج بين FMV أو Full Motion Video مع اللعب نفسه بحيث الخلفيات تكون عبارة عن فيديو يعيد تكرار نفسه ويعطي إحساس بين العالم حي من حوله اللعبة قدمت شخصيات جديدة وأيضا تقدر تلعب شخصيتين كل واحد منهم له أسلوب لعب خاص فيه وهذا غير وجود للغاز في اللعبة وتعطي تنويع فيها كانت تجي بأربعة أقراص في المركز السابع عندنا لعبة Mist 2 Reven سلسلة Mist تعتبر من أكثر اللعاب للغاز صعوبة وتعقيد وفيها قصة مستمرة من الجزء الأول واللي يعرفني بيعرف أني أعاشق سلسلة هذه كثير والجزء الثاني في السلسلة باسم Reven قدم عالم جديد تروح له باستخدام Leaking Book أو كتاب الاتصال ولازم تحل الغاز وتكشف القصة المخفية في العالم وأيضا تقضي على شرير بتستخدام ذكائك وحل الغاز اللي فيها لعبة Reven كانت تجي بي خمس أقراص في المركز السادس عندنا لعبة Final Fantasy 11 Online تعتبر أول لعبة Online MMO لسلسلة Final Fantasy واشتهرت في اليابان والغرب أيضا وقدمت نفس الأسلوب الجيم بلاي الموجود في ألعابها مع إضافة عناصر جديدة لها وأيضا كان فيها قصة عميقة مع شخصيات جديدة اللعبة كانت إدمنية جدا وقبل ما تنزل لعبة واو واللي ميزها أيضا عن لعبة واو أن تقدر تغير الجاب حقك في أي وقت تبغى عكس لعبة جاب عكس لعبة واو اللي لازم منك تسوي لك شخصيات جديدة عشان تغير الجاب حقك ووقتها أيضا كان الكل يلعب Final Fantasy قبل ما تنزل واو ولازم يلعبونها إلى اليوم اللعبة كان فيها 6 أقراص في المركز الخامس عندنا لعبة X-Files Original Game هي مبنية على المسلسل خيال العلمي المشهور بنفس الاسم في التسعينات وفيها يكون العميل الفيدرالي مولجر والعميل سكالي يحاولون أنهم يكشفون غموض وقضايا المخلوقات الفضائية كل حلقة كانت قضية جديدة وبعدها صارت في قصص مستمرة فيها اللعبة فكرتها أنك تلعب شخصية تساعدهم وتحاول تكشف الغموض والخبايا في عالم X-Files أسلوب اللعب بيكون باختيار أوامر وخيارات في مقاطع فيديو متعددة كانت ممتعة جدا وقتها وكان يجي فيها سبع أقراص في المركز الرابع عندنا لعبة X-Plane بكل بساطة هي لعبة محاكاة طيران قديمة في التسعينات وكانت رسومها مذهلة جدا وقتها ما في أي حاجة ثانية يقدر أضيفها غير أنها كانت تجي بي ثمان أقراص في المركز الثالث عندنا مجموعة بايو هازرد من الأول إلى السادس وهي عبارة عن مجموعة ألعاب سلسة Resident Evil اليابانية من الجزء الأول إلى الجزء السادس وكانت مجموعة في صندوق المجمعين نادر جدا وجاء في تسعى أقراص مختلفة وفي المركز الثاني عندنا أيضا مجموعة ألعاب Metal Gear Solid بجميع أجزاءه من الأول إلى الرابع مع إضافة ألعاب كلاسيكية وأيضا كان في أقراص إضافية لمقابلات وحاجات ثانية وجاء كلها بعشر أقراص أما المركز الأول من نصيب لعبة Flight Simulator 2020 طبعا هي تعتبر من أفضل ألعاب المحاكاة الطيران وأجملها بعد وفيها تفاصيل دقيقة وحقيقية متنوعة وتشمل فيها خرائط جميع بلدان العالم بعضهم طبق الأصل وبعضهم تقريبي هذا غير تنوع الطائرات فيه والعوامل الكثيرة أيضا وسوينا فيديو تجربة للعبة باستخدام مقودة دوسات وأداء التحكم طبق الأصل من الطائرات الحقيقية على قناتنا لايفوتكم اللعبة جت فيها عشر أقراص أنا عارف أن اللعبة اللي قبلها كان فيها أيضا عشر أقراص لكن الفرق أنها تفوقت عليها لأن العشر أقراص كلها كانت لعبة وحدة ما في أي ألعاب إضافية ولا في أي مقابلات ولا حاجات ثانية وصدقوني تعبنا كثيرا نلقى لكم هذه القائمة أتمنى تعجبكم اللي طرحنا لكم فيها وأيضا عندكم ألعاب ما ذكرناها فيها أقراص كثيرة اكتبوا تحت في التعليقات كم معكم في هذا الشيحة ياتيكم العافية ومع السلامة